السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى في هذا الدرس بدنا نتعرف على مكون جديد من مكونات النماذج الموجودة في عالم HTML طبعاً فعلياً في الدرس هذا رح نناقش هنا ثلاث أنواع النوع الأول رح يكون اللي هو check box واللي عادة ما يكون خيارات مربعة كذا يكون عندك إمكانية اختيار واحد أو أكثر وراح نناقش الريديو واللي عادة يكون عندك أكثر من خيار لكن مسموح لك أنك أن تختار خيار واحد منهم فقط وراح نناقش اللي هو القائمة اللي يكون فيها لما تضغط عليه تنزل القائمة فيها بعض الخيارات تختار واحد منهم أو اللي هو أكثر المهم جداً هنا هو التالي أني أنا أقدر أتغير أغير بين هذه الـ check box وبين الريديو باستخدام type فممكن أقول type إذا قال check box رح يعطيني إياها الشكل هذا وإذا قلنا ريديو رح يعطيني إياها بشكل هذا لكن المهم جداً زيها زي أي كائن موجود في الفورمس لا بد أن نحن نحدد الـ name وهنا الـ name فعلياً له أكثر من استخدام لكن ما راح ندخل في التفاصيل حقتها الآن لأنه لما نجي نتكلم عن الجانب العملي وفي لغة الـ PHP وعن الجافة سكريبت رح نتناقشها بشكل كبير جداً لأنها مرتبطة رطبط كبير عندنا في خاصية من الخصائص اللي هي اسمها checked للاثنين هذولي وفي عندنا خاصية للقائمة هذه يسمونها selected طبعاً هذا المثال خلنا ندخل مع المثال ونشوف اللي هو بشكل مباشر شلون إحنا ممكن نضيف الأشياء هذه فمثلاً أنا ممكن الآن لو أضيف أول شيء اللي هو الـ check box ممكن أقول له هنا what are the courses that you want to enroll in مثلاً أو أطلب منه يعطي نفس المواد اللي هو بيشترك فيها أو مهتم فيها تمام فأجي أقول له هنا بالشكل هذا ونقول هنا input type check box name خلنا نقول math ونقول هنا value مثلاً math لاحظة الآن بالشكل هذا ننسخ هذه عشان بس أختصار للوقت ونقول هنا science 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 computer here ونقول هنا computer لاحظ الآن صار عندي إمكانية أن أختار واحد أو أكثر تمام فهذا هو الخيار الخاص بالـ check box طبعاً زي ما قلنا هذه ما هو أفضل طريقة نحنا ممكن نكتبها فيها لكن لما يجي وقت الـ php والجافا سكريبت راح نتعرف على طريقة أفضل في خاصة اختيار اللي هو names هنا الخيار اللي بعده أو الكائن اللي بعده اللي هو حنا كنا نقول radio buttons أو اللي هو الأزرار للاختيار وعادثاً ما يكون في عندي اختيار واحد فقط من أكثر من الاختيار من أكثر من الاختيارات الموجودة مثلاً بقول هنا what do you think about the course so far مثلاً أبسأله وش رائعه في الكورس إلى حد هذه اللحظة أبقول هنا input type وبنقول هنا radio وبنقول هنا name like وبنقول هنا value تجي مثلاً yes وبنقول الخيار I like it وبنجي هنا نقول له الثاني input type radio name برضو بسميه like ولاحظ هنا نقطة مهمة جداً أنك لازم تسميها بنفس الاسم جميع الخيارات في الراديو لابد أنها تكون بنفس الاسم تمام فأنا بأجي هنا بقول له وبوريكم الحين ليش no I don't like it لاحظة الآن الخيار لازم أختار واحد منهم لكن لو تخيلنا أني أنا حاط مثلاً هنا like 2 لاحظ الخيار اللي بيكون لاحظت فهنا النقطة هذه مهمة في الاختيارات هذه لابد أن يكون الاسم واحد الإجابات على سؤال مثلاً واحد لابد يكون لهم نفس الاسم عشان أنت بعد كذا أن تختار اختيار واحد منهم فهذه النقطة مهمة جداً ودائماً يقع فيها الأشخاص المبتدئين طيب في بعض الأحيان أنا أبغى يكون عندي في قيمة افتراضية تمام؟ القيمة الافتراضية معناه أني أنا أسوي passing للparameters مثلاً لو قلنا في السؤال الأول أبغى يكون الكمبيوتر هو الاختيار الافتراضي فأنا ممكن أن أقول هنا checked لاحظ أن تلقائياً راح يكون checked مثلاً ممكن هنا أقول والله أنه هو الاختيار هذا هو الاختيار الافتراضي ممكن أقول checked طبعاً أكيد أن المستخدم يقدر أغيرها لكن هذا هو الافتراضي فهذا هو الفرق بين الاثنين أو الريديو والشيك بوكس آخر كائن موجود عندي اللي هو كائن القائمة المنسدلة أو select select عادة له طريقة ثانية أو له تاج خاص فيه فهنا ممكن نقول select ونقول name مثلاً topics طيب الخيارات هنا أشنو بنسويها لاحظوا الآن لو جينا هنا بنلقى قائمة لكنها فاضية الخيارات هنا تكتب بطريقة كالتالي option مثلا بنقول هنا option one two three and four لاحظوا الآن كلها خلنا نغير الرقم برضو طبعاً المفترض أن يكون في عندي هنا الكل واحد منهم value ما دخلنا نقول one value of two value of three مثلاً value of four لاحظ الآن موجودة عندي طب لو بغيت أنا اختار طبعاً تلقائياً الاختيار هنا ولا واحد منهم ما هو بمعنى أن أول واحد ظاهر معناه هو اللي فيه الاختيار لكن ممكن أنا أخلي أقول مثلاً والله أنا أبغى هذا يكون هو المختار عباً أقول selected لاحظ تلقائياً صار هو صاحب الاختيار اللي موجود فهذه من الأشياء اللي موجودة أو ثلاث controls اللي موجودة دائماً للشيك بوكس يسمح المستخدم أن يختار أكثر من خيار أما الريديو يسمح المستخدم أن يختار اختيار واحد فقط عشان كده دائماً النامز لابد أنها تكون متشابهة أما في القائمة المسدلة فهنا لابد أن يكون عندي استخدام select وهنا لكل واحد من الخيارات يكون له value خاصة فيه وممكن نختار اللي أنا أبغى منهم باستخدام اللي هو التاك أو الاتريبيوت اللي اسمه select هذا تقريباً كل اللي موجود في controls الخاصة بالforms هنا في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماع وأتمنى أن تكونوا استفدتم منه وإلى لقاء آخر في دروس مقبلة بذل الله تعالى على قناة education life made easy